بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا شباب وحشتوني جدا وربنا يعلم قديين تفرقين معايا وقديين نفس شوف كل واحد وكل واحدة فيكم معلش الظروف اللي حصلت دي هاي لشوية خليتنا نتاخر حتى في عمل الفيديوهات وده لاني بصراحة مش اجدب عليك وانا ما محبش حكاية البول لايك انا كبان مش بروفيشيرل فيها عشان كده هتلاقوا كل ادواتي عبارة عن البوردوين الاقلام والبشاورة والكاميرا بس ان الحاجات اللي انا ممكن استخدامها مش محترف في المغادة لكن انا عايز كنت اتطمينو كل قدر ربنا ان شاء الله خير ان شاء الله هنخلص مع بعض وان شاء الله هنراجع كمان مع بعض وان شاء الله هنخش بتحاني الكيمستري بإذن اللي هنقافل ان شاء الله كل ما قدر ربنا خير طوالو منكم اللي احنا بس اي فيديو هنضوح ونذكروا هنزلكوا بعد كده بداization بتاعنا بدي اف على الكروب بتاعتنا وهنزلكوا كمان الامتحانات اي حد هيبقى عنده اي سؤال في الهمرك او عنده اي سؤال في الامتحانات هنحاول نعمل اي فيديوهات لايف او نشوف طريقة اقولكو عنيها الطريقة دي هيبقى اللينك اللي بينه مباشر لو اي حد يحتاج اي حاجة فيه الهمرك او احتاج اي سؤال بعد كده بعد ما ينتحن هو وياخد وقته وانا صحح له الانتحان اي سؤال في غلط احنا هننزل له الموضل انسان بتاعه طيب احنا النهاردة علشان فيه طلبة مننا بسبب ظروف المطر او بسبب ظروف الحاجات اللي حصلت دي في وقتنا وقفل المراكز وكده السناتر ففي جزء منكم لسه ما اخدش البنزين فانا معلش هبتدي من البنزين مرة تانية لكل الناس عشان نخبصوا وبعد كده نخش ونكمل منهجنا هاتي ان شاء الله بشكل كبير بازن الله هيبقى عندنا فيديوهين في الاسبوع مش فيديوها واحد بازن الله لغاية عما نخلص منهجنا وبعد كده هنشوف هنعملها سوى ازاي طيب يلا بينا نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم بص يا شباب احنا اخر مرة كنا وقفنا عملها اللي احنا خلصنا اللي هما الالكين والالكين والالكين والالكايتس النهاردة احنا هندخل في العيلة التانية اللي هي عيلة السيكليججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج عيلة الإيه؟ السايكلوالكينز اللي هي كان منها السايكلوهكسين والسايكلوبيوتين 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 والسايكلوبروفين وهكذا أبا اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة فده الألساتيوريتد سايكليك هايدروكاربونز الألساتيوريتد سايكليك هايدروكاربونز ده هنطلق عليه كلمة أروماتيك كلمة إيه؟ أروماتيك وبالتالي كلمة أروماتيك دي جاية من كلمة أروماتيك والكلمة دي معناها أودر يعني العيلة دي عندهم لكن تعالي نشوف مين أول فرد في العيلة اللي احنا هنتكلم عنه أول فرد هو البنزين وإحنا اتفعنا قبل كده يا شباب إن البنزين ده مالوش علاقة بنزين العربيات بتاتا ده كومباوند تاني خالص بروبرت تانية خالص طيب يلا نشوف البنزين ده البنزين احنا نعرف الملوكولر فورمولة بتاعته اللي هي كانت سي سيكس اتش سيكس طبعا لكن هنعرف الاستراكشن الفورمولة بتاعته ازاي اللي اكتشف الاستراكشن الفورمولة بتاعته هو العالم تيكلي والرجل ده قال لي إيه قال إن البنزين ده عبارة عن ستة كربون أهم الستة كربون دول طالع من كل واحدة فيهم واحدة هايدروجين أتوم يعني ستة كربون ومعاهم كمان ستة هايدروجين أهم حل لكن لو بصينا هنا يا شباب هنلاقي إن الكربونة لو إحنا اكتفينا بالشكل ده هنلاقي إن الكربون قاتم حواليها سري بونز وإحنا اتفقنا إن الكربونز بيبقى حواليها والكربون بيبقى حواليه كام فور بونز فعشان كده كاملنا الاستراكشن الفورمولة وقلنا إيه إنه عنده سري التورنيتنج دبل بونز دبل سنجل دبل سنجل دبل يبقى البنزين عبارة عن ستة كربون أتتشد معاهم ستة هايدروجين وعند سري التورنيتنج دبل بونز ماشيين بالتباه عشان كده قلنا حاجة حلو قوي اللي أنا ممكن سيمبليستي لو أنا عايز أبسط البنزين رينج دي أنا ممكن أبسطها بالشكل ده أهم قادي ستة كربون كده وبعدين دبل سنجل دبل سنجل دبل لكن كمان قلنا سواء لو أنتوا فتكرتوا إن التلاتة دبل بونز دول بيحسن ريزينز أو من غير ما نخش في التفاصيل إن التلاتة دبل بونز دول بيغيروا مكانهم وبسرعة فعشان كده إحنا ممكن كمان نعمل البنزين رينج ده بالشكل ده إيه ده بقى يا شباب ها دبل سنجل دبل سنجل دبل دي هتغير مكانها يعني الدبل دي هتبقى سنجل والسنجل اللي هنا هتبقى دبل والدبل تبقى سنجل والسنجل تبقى دبل وهكذا فممكن أرسموا بالشكل ده وأرسموا بالشكل ده أنا وأنا عاوز أبسطه وممكن كمان بقى اللي أنا أبسطه بالشكل الأبسط خالص إن أنا هعمل حلقة البنزين بالشكل ده وبعدين نحط الدايرة دي إيه دايرة دي يا شباب الدايرة دي هي عبارة عن السري دبل بونز اللي موجودين جوه البنزين عبارة عن السري دبل بونز اللي موجودين جوه الايه؟ جوه البنزين عشان كده ما ينفعش يبقى عندي طالب يجي يقول لي طبقا لو رسمته من غير دي وده بنشوفها كتير قوي سفر يا حبيبي لان في الحالة دي ده ما بقاش بنزين في الحالة دي بقى سايكلوهكسين يبقى انا لازم لما اجي ارسم البنزين لازم اعمل السريق دبل بوطس او ادهي للي جوة او اعملهم سنجل دبل سنجل دبل لكن الشكل ده اللي هو البنزين بقى اللي احنا كنا بنقول عليه بشعر المنكوش هذا الكمطول لي ما ينفعش اعمله غير لما الراجل يطلب مني وطبعا مش ما ينفعش اعمله يعني عادة علشان تريح نفسك لو طلب مني بتاعت البنزين يبقى لازم اعمله بالشعر المنكوش لكن لو احنا هنتعامل بالاكوشن فاتلاقينا بنعظم الاحيان بنتعامل بواحد من الاشكال دي خلاص؟ طيب ده بالنسبة للبنزين ده اول الكمباوند هل هو ده الوحيد اللي فعلت الاروماتيك؟ لا بس انا عايز قبل مدني لي واحد تاني عايز افاهم حضرتك حاجة مهمة جدا ايه هي ان الارجاني كومباوند دلوقتي اتقسمت عند النوعين نوع هنسميه الافاتيك ونوع هنسميه ارو ماتيك ايه هو الالفاتيك ويهو الاروماتيك علشان ما تتعيبش نفسك؟ اي حاجة فيها بنزين رينج اي حاجة جواها حلق بنزين يبقى الراجل ده على طول من عيلة الاروماتيك اي حاجة ما فيهاش بنزين يبقى الراجل ده من عيلة الالفاتيك يعني مثلا احنا خذنا الارقين الالكين الاركاين واخدنا كبان سايكوالكين progress كل السسمات اللي احنا شفناها دي مفيش فيها اصلا حلق البنزين منزين رينج يبقى عيلة 나 بعيلة القلي فاتيك لكن لو خدنا البنزين او اي حاجة فيها بنزين رينج يبقى الراجل ده من عائلة الارو ماتج يلا نشوف كومباوند تاني كده ونشوف يا طرى احنا ممكن نعمله ازاي بص يا شباب لو احنا شوفنا الكمباوند ده اللي انا طبعا في الامتحانات اديت لكم بشكل مكسف عشان نشوف حضراتكم هتعرفوا تعملوه لا ولا لا طبعا اكيد معظمكم هيفتكروا الراجل ده لو احنا فاكرينه اللي هو كان اسمه النفتلين صح؟ النفتلين ده سألتكم كتير قوي على المولوكيلر فورمولا بتاعته المولوكيلر فورمولا بتاعت الكمباوند ده هي كام يا شباب هي سي تان اتش كام اتش ايتس حلو جدا طيب احنا جبنا المولوكيلر فورمولا ده ازاي قلتلك الموضوع سهل جدا كل اللي بطلوب من حضرتك ان انت لو جالك كومباوند بالشكل ده عد الكاربونز اللي موجودة فيه ادي وان تو سري فور فايف سيكس سابن ايت ناين تاني يبقى الراجل ده سي تاني حلو جدا طب عد الاتشات ازاي طبعا بقى مش طالب من حضرتك انك تعد البونز واحد دين تلاتة وهنا اتش وتقع تعد الاتشات كده بالشكل ده لا كل اللي مطلوب منك ان سيادتك هتروح على ها الكاربونتين اللي مشتركتين مع بعض دوه البنزين رينج يعني الحلقتين دول التو بنزين رينجز دول في منهم التو كاربونز مشتركين سوا حضرتك كل اللي اتعملوا كام كاربونة دول الكاربونتين دول اتنين وانت عندك عدد قد ايه التن اطرح التون التن يطلع لك عدد الاتشات يبقى كل اللي مطلوب منك ان انا روح عند الكاربونز المشتركة سوا واروح شايل منها الاتشات عشان كده هنلاقي عندنا في النوت وعايز حضرتك تفتح النوت بتاعتك هتلاقي كومبوند اسمه الانثراسين وهتلاقي الراجل ده كابين عليه سي فورتين اتش تن انا عايز حضرتك دلوقتي حالا في دقيقة دلوقتي قدامي تشوف الانثراسين اللي هو عبارة عن ثلاثة بنزين ريني جنب بعض تشوف الملوكولر فورمولا دي صح ولا غلط يا طبعا صح بس انا عايزة كنت اتعد الكاربونز وتشوف الكل من الحاجات المشتركة من الهايدريجين وترحهم من عدد الكاربونز هيطلع لك سي فورتين اتش كام اتش تن تمام يلا شوف الكلام دلوقتي قدامي ها تمام يا شباب الامور فيها مشكلة طيب تعالوا بقى لتنقل لحاجات ايه احنا دلوقتي اخدنا ان الزعيم النهاردة بتاع حصتنا هو البنزين واتفقنا ان البنزين دا اللي هو سي سيكس اتش سيكس واللي احنا ممكن نعمل شكله بالاشكال المختلفة بتاعته اهو وده طبعا ابسط واحد فيه احنا دلوقتي هنبتدي الجزء مهم جدا يا شباب وعاوز كل واحد فيكو يركز في كل كلمة موجودة فيه احنا هنبتدي دلوقتي بيه الاندستر بريباريشن اوف بنزين هنبتدي بالايه بالاندستر بريباريشن اوف بنزين ازاي بنحضر البنزين الاندستر خلاص بص يا شباب انا عندي طلق طرق بحضر منهم البنزين الاندستر اول طريقة منهم وان كانت مش اكويشن لازم حضراتكم نبقى عارفين المعلومات اللي فيها انا بجيبه اول حاجة من الكل بجيبه من الفحل هلو والطريقة التانية ودي طريقة مهمة جدا اوي خالص هجيبه من الالفتك واتفقنا ان انا كلبة اجيبه من الالفتك يعني هجيبه من حاجة ما فيهاش بنزين يعني اين هجيبه من حاجة ما فيهاش بنزين يعني هجيبه من الكين الكين الكايز وهكذا اما التنت بقى فده أجيبه من الفينول يبقى أنا عندي التلات طرق بحضر منهم البنزين إن إن دستري لإما أجيبه من الكويل من الفحر لإما أجيبه من الألفاتك هايدرو كاركونز زي الألكين ألكين ألكين وهنشوف لإما نجيبه من الفينول تعالوا بقى واحدة واحدة نبتدي في أول واحدة منهم أهلا بص يا جماعة عشان أجيبه من الفحر إحنا اتفقنا إن الكلام ده مش إكويشن لكن المعلومات اللي فيه مهمة أول بالنسبة إحنا هنجيبه من الكل أهلا وهنعمله حاجة اسمها ديستريكتب ديستريشن ديستريكتب ديستريشن معناها إن حضرتك هسخنه in absence of air هسخنه in absence of air فهيحصل انزهار من الكل ده ويطلع من جوه حاجة اسمها الكولتار الكولتار ده يجدعين هو الأطرار حلو ده بيبقى ليكوت لكن جوه حاجات كتير أول جوه بنزين جوه في نول وإحنا اتفقنا لما يبقى عندي ليكوت وجوه حاجات كتيرة وعايز أطلع كل واحدة منهم يبقى أنا هاعتمد على البويلينج بوينت لو أنا عندي حاجة بتغلي مثلا عندي سيرتيفور أو فورتيسري هاستنى لغاية فورتيسري ويطلع للبخار بتاعها واخضع منه كوندنسيشن البنزين ده بقى لما بيجي جوه الكولتار البويلينج بوينت بتاعته هيبقى عندنا من 80 لأتي 2 حال أول مسخن من 80 لأتي 2 هيطلع لي على طول البنزين طيب الطريقة دي اسمها ايه؟ الطريقة دي اتفقنا اسمها فراكشن ديستيليشن يبقى أنا عندي المعلومات اللي أنا عايز أعرفها احنا بنجيب البنزين من الكل ازاي؟ بنجيبه بطردتين ان احنا نقوم نعمل ديستراجتف ديستيليشن فنجيب الكلتار وبعد كده نعمل فراكشن ديستيليشن فنجيب مين؟ فنجيب البنزين لكن لو سألك احنا بنجيبه من الكلتار ازاي؟ يبقى هي طريقة واحدة ان احنا بنعمل الفراكشن ايه؟ الفراكشن ديستيليشن لكن بقى تعالى للطريقة الاهم اللي احنا بجد لازم نركز فيها الطريقة دي ازاي اقدر اجيب البنزين من الالفاتك؟ احنا اخترنا حتين مهمين ان انا اقدر اجيبه من الالفاتك عن طريق النورمال هكسين الان دي يا جماعة معناها نورمال هكسين نورمال هكسين يعني من السايكلو الهكسين العادي الابني اتشين بتاعي خلاص؟ والتانية اللي انا اجيبه من الاسيتايلين وكلنا طبعا عارفين الاسيتايلين بتاع التالكاينز اللي هو السي 2 اتش 2 التو اكويشنز دول مهمين وتفاصيلهم مهمة جدا فعايز كل واحد فيك ويركز في كل كلمة انا هقولها يلا بينا نجيب النورمال هكسين النورمال هكسين اهو سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 اعدي بقى معي 6 كاربن يا شباب سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3 اهو ادي النورمال هكسين هنجيب النورمال هكسين ونحط عليه هيت وبلاتين ده البلاتيني ما هو بلاتين اهو هنحط عليه هيت وبلاتيني ها يدينا مين؟ ها يدينا البنزين طب تعالى بقى قبل ما نبتدي نقف شوية مع بعض يا شباب يلا نعملها بشكل داني عشان تفهم الكلام اللي انا هقول النورمال هكسين ده هو سي 6 اتش 4 تين حلو الكلام؟ هنحط عليه ايه؟ هنحط عليه هيت وبلاتيني طيب الرجل ده هيطلع لي ايه؟ هيتطلع للبنزين زي ما انتفقنا سي 6 اتش 6 طب يلا نعد نسوا كده لبصرحه هنا في 6 كاربون خرجوا 6 كاربون حلو الكلام طب هنا في 14 هايدروجين خرجوا كام خرجوا 6 يبقى كام 8 هايدروجين دول هيخرجوا في صورة 4 H2 يبقى الاكويشن دي مهمة طبعا لان انا قدرت اجيب من الافاتك اللي هو النورمال هيكسين قدرت اجيب الاروماتك اللي هو مين اللي هو البنزين حضرتك حابب تكتب الاكويشن بالشكل ده وبالشكل ده براحتك لكن تعالوا معايا لبيت الشعر اللي انا علمته لكم قبل كده فاكرينوا لما كنا بنقول ايه نورمال هيكسين هنحط عليه هيت وبلاتين هادينا البنزين واربعها هايدروجين فاكريني الكلام ده نقول تاني الاكويشن دي ببيت الشعر اللي احنا قلناها نورمال هيكسين هنحط عليه هيت وبلاتين هادينا البنزين واربعها هايدروجين خلاص؟ طيب تعالوا بقى نشوف اسم الايكوشن دي بيسموها ايه? الايكوشن دي بيسموها pouspersamado ногاتيج الى كامرةjść وعونين بيسموها ايه قاتلة تهittainity res Battery400 كلمة ريفورم CGI يعني ايه جامعة كلمة يعني اعاده تأهيل او نخليها اعاده ايه اعاده تفصيل يعني ميفوصل بالمبعد بشكل تاني فتعالا نشوف القاتلة norte gives يعني هو اي! هذا الرجل كان او nuestاخرة، promise صح؟ طلع compound cyclic يبقى انت عملت reform وحصل ده في وجود catalyst اللي هو مين؟ اللي هو يبقى ده اسم equation اسمها catalytic reforming لانك بتعيد صياغة compound من opening chain لcyclic لكن هنا الاسئلة ممكن تجيلي ازاي؟ السؤال ممكن يجيلي مباشر جدا زي شو باي equation انا عايز اعمل catalytic reforming للنورمال هيكسين او ممكن يجيلي في scientific turn لما بجيبي البنزين من النورمال هيكسين الايكوشن دي اسمها ايه؟ اسمها catalytic reforming خلاص؟ او هاو كان يوبتين العادي انا عايز اجيب البنزين من النورمال هيكسين يبقى اول equation من الالفاتك اللي احنا جيناه من النورمال هيكسين كان اسمها catalytic ايه؟ كان اسمها catalytic reforming طيب تعالا معايا بقى للنوع التاني اللي هو هجيبه من الاسيتايلين انا ما ظنش ان فيه equation ممكن تمر عليك اسهل من كده برغم ان الـ equation دي لازل تديع اهمية جمدة جدا لانها equation محورية قوي اكتر equation ممكن تدقيلك من الالفاتك للاروماتيك هي الـ equation اللي انا هقولها دي بص احنا هنجيبه تاني مرة قلنا بني هنجيبه من الاسيتايلين حضرتك ابو C2H2 كلنا عارفين الاسيتايلين كل اللي هطلبه منك انت حافز جدوى للضرب ولا لا بص يا سيدي انا هاخد سريم قول من الاسيتايلين قادي 2 في 3 ب6 يبقى سي كام سي سيكس ها 2 في 3 ب6 يبقى الـ H بكام H6 equation سهلة جد وكل اللي انت هتعمله والـ equation احنا اخدناها مع بعض لما عملنا الخريطة الحلوة اللي في البداية هنحط هنا red hot فاكر ده nickel ها tube red hot nickel tube ها يدينا على طول البنزين طيب الـ equation دي سهلة سهلة جدا والـ equation دي زي بقولتلك محورية قوي لانها ممكن تجيبلي من الالفاتك تجيبلي اروماتيك وما تنساش ان في امتحان من امتحانات السلوية العامة طلب السؤال ده من الالفاتك هاتلي اروماتيك دايما من الالفاتك هاتلي اروماتيك انت عندك اتنين صحيح اه ممكن تعمل دي وممكن تعمل دي لكن دي دايما اسهلهم واكتر واحدة فيهم محورين من الالفاتك الاسيتايلين انا هجيب اروماتيك اللي هو البنزين طيب الـ equation دي يا شباب اسمها ايه الـ equation دي بيسموها cyclic polymerization بيسموها ايه معلش cyclic ايه polymerization اوعى تنسى الاسم ده طبعا polymerization لان احنا تعاوننا لكلمة polymerization اللي انا بجيب مونيبر جنب مونيبر جنب مونيبر وده اللي حسب تجيب انتا اسيتايلين جنب اسيتايلين جنب اسيتايلين طلعلي في النهاية compound ايه طلعلي في النهاية compound من النوع cyclium فعشان كده بيسموها cyclic polymerization يبقى انا عايزك من الجزء ده تتعلن معلومتين مهمين جدا ايه هما ان اقدر اجيب البنزين من النورمال هيكسين والطريقة اسمها catalytic reform اللي هي نورمال هيكسين هنحط عليه الهيت والبلاتين ها يدينا البنزين واربعة هايدروجين خلاص الطريقة التانية اللي اسمها cyclic polymerization ده بتبقى من الاسيتايلين ان انا هجيب الاسيتايلين وحط عليه red hot nickel tube ها يدينا البنزين خلاص طيب تعالي معايا بقى للطريقة التالتة لان الكمباوند ده حضرتك ممكن تكون اول مرة حضرتك هتشوفه الفينول لكن احنا فاكرين سوا يا شباب ان احنا في اول الارجانيك لما درسنا الفانكشون جروب اخدنا ان عيلة الOH العيلة دي تعتبر فانكشون جروب للالكهول وتعتبر فانكشون جروب كمان لمين للفينول خلاص طيب الكهول ده احنا شفناه قبل كده اه مين فيكو فاكر الكمباوند ده مين يعرف يقول لي اسمه ويفتكره CH سريل CH طور OH طبعا كلنا عارفينه ده اللي اسمه إيساي الألكهول أو الإيسانول تمام فيه OH وانا ما فيش OH في OH طب هيبقى الفرق ما بينه وما بين الفينول الفينول يا حبيبي ده أروماتيك عشان جده الفينول بيسموه هايدروكسي أروماتيك بيسموه ايه هايدروكسي أروماتيك ازاي؟ عبارة عن بنزين رينج اهو ولازق فيها الفونكشنال جروب بتاعتنا اللي هي الOH هو ده الفينول يبقى الفينول هايدروكسي أروماتيك عبارة عن بنزين رينج والبنزين رينج دي لازق فيها مين؟ لازق فيها الOH لكن شباب عايزين نقول حاجة مهمة أو يعاوز علمها الحضرة دايما لما تشوف البنزين وعليها البوند دي بالشكل ده الشرطة اللي احنا عملينها البوند دي يبقى دي معناها بنزينة شايل منها يعني لما اعمل لك كده يبقى دا البنزين أهو حلو الكلام؟ طيب لو انا جيت في الآخر ورقت عملت لك البنزين وعملت كده يبقى دا معناه ايه؟ ان البنزينة دي انا شايل منها اتشايل احنا اتفقنا ان البنزين كل كاربون طالع منه اتشايل فلما اعمل الشكل ده يبقى دا بنزين شايل منه اتشايل علشان دا هيهنمني في الاكويشن اللي جاي تعال بقى نشوف ازاي بيجيبوا البنزين من الفينول بص يا شباب الاكويشن دي حلوة او ادي البنزين اللي هو اتفقنا كده يبقى شايل منه اتش وحطت مكانها او اتش خلاص؟ هنحط عليه زنك اهو الزنك بولر وهنسخ ايه اللي هيحصل؟ الزنك دا اقوى من الاتش فيعمل ايه؟ هياخد مني ال او طيب تعال بقى عزك تتخيل معايا لما الزنك اخد ال او الاتش دي يبقى مصيرها ايه؟ هيبقى مصيرها انها هترجع تاني جوه البنزين رينج فالبنزين بعد ما كان شايل منه اتش الاتش رجعته تاني فيرجع بنزين كامل اهو حلو الكلام؟ تمام الاكويشن اللي احنا كنا بنقولها سوى عشان نفتكرها حط زنك وطلع زنه الاكويشن دي يا شباب اسمها ايه؟ الاكويشن دي اسمها الريداكشن اسمها ريداكشن والزنك هنا هيبقى دوره انه هو هيبقى ريديوسينج ايه؟ ريديوسينج ايجنت يعني ايه ريديوسينج ايجنت؟ يعني الراجل ده بياخد الاكسوجن من الفينول علشان يطلع لي البنزين وطبعا لازم تتبذل ايجويشن نبقى الكلام ده لما احنا نحب نختصره سوى احنا الاندستر بريبريشن بتاعت البنزين احنا بنجيبه يا شباب من كم طريقات؟ بنجيبه من ثلاث طرق الطريقة الاولانية اللي احنا قلنا بنجيبه من الكل ودي مفهاش ايجويشن نجيب الفحل نعملي دستراكت الديستيليشن يعني هنسخله من absence of air فيطلع لي الكلتار هاخد الكلتار ده وبعدين هعمله فريكشن دستيليشن من ايتي ال ايتي تو هيطلع لي البنزين طيب بعد كده عندي من الالفاتك هايدرو كاربونز وقلنا دول طريقتي مهمين نورمل هيكسين او من الاسيتيبين النورمل هيكسين كان اسمها كاتلاتك ريفورمي وهي ايه؟ نورمل هيكسين هنحط عليه الهيت والبلاتين هيطلع علينا البنزين واربع هايدروجين والطريقة التانية من الاسيتيليشن أسأل حاجة في الدنيا cyclic polymerization اللي هي red hot nickel tube هايديني لسي سيكس ايتي سيكس اما الطريقة التالتة من الاندستر بريباريشن فده من الفينول والفينول ده اللي هو عبارة عن هايدروكسي اروماتيك عبارة عن بنزين رينج وعليه او اتش هنحط زينك ونطلع زينه وقلنا ان الاندستر بريباريشن اسمها ايه؟ اسمها الريدوكشن يا رب نكون فاهمين حاجة تابعا بعد كده يا شباب هناخد بقى حاجة سهلة جدا وهنفكرك بالماضي شوية اللي هي اللاب بريباريشن لاب بريباريشن شباب هي ايكويشن واحدة بس الايكويشن دي انت اخدتها سدقني ايه هي بقى هقولك فاكر عيلة سونة فاكر لما كنا بنجيب الميسين فاكر الكمباوند المشهور اللي هو كان اسمه انهايدرس سوديم اسيديت سي اتش سري سي او او ان ايه فاكره ده خلاص اللي هو السوديم اسيديت هنحط عليه السودالايم وفاكر ان السودالايم دي كانت ميكس من السوديم هايدروكسايد وميكس كمان من الكويك لايم اللي كان سيام اوكسايد اللي كان بيحصل يا شباب ساعتها احنا كنا بنجيب دول مع بعض فيلا بينا ان اي و ان اي ان اي تو و ادي سي واعدين الوهات ادي واحد اتنين تلاتة اي باسي و سري ادي السوديم كاربوني طب الاتش دي كان مصيرها ايه بتروح للسي اتش سري فبيطلع الميسين اللي هو السي اتش فور مزبوط فاكرين الاكويشن دي طب مين فاكر اسمها طبع مش عايز اقولك ان كل سونة يبقى عشان احنا في فيديوهات بس عشان ما نتفدعش لكن الاكويشن دي احنا فاكرينها سوا كنا بنقول عليها دراي ديستيليشن صح؟ بنفس الطريقة يا جماعة وتاني واحد من عائلة سونة هيجينا دلوقتي بنفس الطريقة دي احنا هنعمل اللاب بريبريشن بتاعة البنزين هنجيبي البنزين منين بص الكمباوند اللي انا هكتبه دا سي سيكس اتش فايف سونة سي او او ان اين الكمباوند دا اسمه اين اسمه سوديم بنزويت وده تاني واحد من عائلة سونة يا جماعة اسمه سوديم بنزويت يبقى لا سي سيكس اتش فايف سي او او ان اين بنفس الطريقة لو سمح عطت عليها السودالاين اللي هي ميكس من السودالا سوديم هايدروكسايد والكويك لاين ايه اللي هيحصل يا شباب يلا دول كده مع بعض يلا اهو هيطلع لي ايه ان ايه وان ايه ان ايه تو بنفس الطريقة ادي السي واحد الوهات يبقى سي او سري طب ما صير الاتش دي فيه هتروح للسي سيكس اتش فايف فيطلع سي سيكس اتش سيكس اللي هو البنزين اكويشن مفيش اسهل من كده لكن انا عايز كمان اعلمك احنا ممكن نكتب اكويشن دي الطريقة تاني لو بصيت على الكمباوند ده اللي هو السي سيكس اتش فايف هتليع باره عن ايه هتليع باره عن بنزين اهو والبنزينة دي انا شايل منها اتش مش سي سيكس مش البنزين سي سيكس اتش سيكس طيب ده سي سيكس اتش فايف يبقى ده معناها بنزينة شايل منها اتش وتعلمنا بنعملها ازاي بنزين ونطلع منها بورد طيب شايل الاتش وحاطت مكانها ايه وحاطت مكانها سور اهو يبقى انا السوديام بنزويت ممكن اكتبه بالطريقة دي طيب هنحط عليه سوديام هايدروكسايد نفس الكلام اهو هنعمل اهو ساعة تاني وتخش جوه البنزين فيبقى البنزين بتاعي كامل مكمل اهو خلاص يا شباب يبقى انت في اللاب بتاعت البنزين حضرتك ممكن تعملها باي طريقة من الطرق دولة يبقى يلا بسرعة بسرعة كده لراجع اللي احنا قولاني الاندستيب بربيشن بتاعت البنزين بيتجب من كم طريقة يا شباب من تلت طرق الطريقة الاولى قلنا من ايه من الكل من الفحل هنعمل وبعد كده هنعمل من الطريقة التانية من الالي فاتي وليهم كان طريقة طريقتين نورمل هيكسين ومن الاسيطايلين نورمل هيكسين كان اسمها طب من الاسيطايلين اسمها والطريقة التانية من الفينول لما كنا بنحط زنك ونعمل ونطلع زنه والاكويشن دي كان اسمها ريداكشن اوعى تنساه اسمها ريداكشن اما الناب ريباليشن في دي سهلة جدا تاني واحد من عائلة سونة واخد ما زيها لما حضرنا الميسين الاكويشن دي كان اسمها دراي ديستيليشن حلو الكلام كده في اي مشكلة في الجزء ده طيب تعالوا بقى ما تخافوش ما تخافوش هناخد دلوقتي حاجة دلتا بص يا شباب احنا قبل كده لو انتو فاكرين اخدنا حاجة اسمها الالكايل راديكلي الالكايل راديكلي واللي احنا دايما كنا بنربز لها بالرمز ايه ار وجنبي البوند دي اللي احنا قلنا دايما بيبقى فيه كربونة نقصة بود فبتيجي حاجة تكملها عشان كده هي لدك صح اخدنا اكزامبل لها كتير لو انت فاكر كان الـ CH3 مين فاكر اسمه ايه ايوا اسمه البيصايل براو طيب ايه رأيك لو احنا زودنا كمان طول يعني يبقى CH3 ها CH2 يبقى الراجل ده اسمه ايه ها اسمه ايه صايل وهكذا طالما كربونتين ولو زودنا كمان كربون جا CH3 CH2 CH2 يبقى الراجل ده اسمه ايه يبقى الراجل ده اسمه ها فرو بايل وهكذا وبيو طايل وبين طايل لغاية دي زي ما انت عايز دول عيلة الالكايل راديكا العيلة دي لو احنا جينا بوصلنا بها شايفها كويس تفتكر أليفاتك ولا أروماتك طبعا طالما ما فيهاش بنزين يبقى العيلة دي على طول من عيلة الأليفاتك راديكا احنا النهاردة بقى هناخد عيلة الاروماتك راديكا عيلة الايه الاروماتك راديكا وعيلة الاروماتك راديكا اللي احنا هنعمل عليها او اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة هنرمز لها بهذا الرمص E R ايه ده بقى يبقى ده معناها اننا دايما عندي كربونة نقصة اتشايل صح فعشان كده العيلة دي اسمها عيلة الارايل اسمها عيلة الايه؟ الارايل يا شباب اسمها الارايل راديكا الارايل راديكا دي بما انها أروماتك يبقى لازم يكون فيها بنزين رينج اهو طيب ونقص منها اتش قلنا بنعملها بهذه البنداية او الشرطة دي يبقى حضرتك لو شفت بنزينة والبنزينة دي طالع منها البونت يبقى اتفعنا ان دي بنزينة اناشايل منها اتش اسمها ايه؟ اسمها الفي معيل اسمها في معيل يبقى حضرتك لما تشوف اي بنزينة والبنزينة دي اناشايل منها اتش يبقى الكمبوند على طول ده اسمه ايه؟ اسمه الفينايل طيب تعالوا ناخد كم كومباوند جدا ونشوف حضرتك هتعرف تقول اسم ولا لا ايه رأيك لو انا عملت لك كومباوند بالشكل ده ادي البنزين اهل شايل منها ال H زي ما اتفقنا وحاطت C L ها تفتكر الرجل ده يبقى اسمه ايه احنا اتفقنا البنزين اللي شايل منها H يبقى اسمها فينايل تمام كده طيب ومعايا ايه كمان يا شباب ومعايا C L C L دي اللي هي مين الكلورايد يبقى الكمباوند ده اسمه ايه اسمه فينايل كلورايد الكمباوند ده اسمه يا جماعة اسمه فينايل كلورايد خلاص طيب فينايل ايه بنزين او شايل منها H طيب لو انت شاطر بها انا دلوقتي هعمل لك كومباوند وعايز حضرتك تعرف تقول لي اسمه ولا لا بص يا شباب انا هعمل لك C H 3 وبعدين C H وبعدين C H 3 وبعد كده اطلب من حضرتك انك تجيب لي اسم الكمباوند ده الله 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 الموضوع الكبير ده احنا كبرنا الدون احنا كده دخلنا بقى في ان احنا هنجيب ونشوف اسمها ايه الموضوع سهل جدا الراجل ده اهو كل اللي انا اطلبه من حضرتك ادي كاربون يا شباب زي ما تعودنا 3 يبقى لازم ابتدي الاسم بكلمة بروب اهو يبقى الراجل ده بروب تمام طيب عندي سنجل بوند ولا ما عنديش عندي سنجل بوند يبقى الراجل ده من عيلة مين يبقى الراجل ده من عيلة الالكين يبقى لازم يبقى بروبين حبيب وبعدين هعتبر دي برايش واحنا اتفعله لما عندي برايش احنا بنعد من ناحية الاقرب للبرايش واضح اننا لو عديت من ناحية ده هيبقى one two لو عديت من ناحية ده كمان هيبقى one وتو فيبقى الراجل ده اسمه ايه اسمه to phenyl propane اسمه يا شباب to phenyl propane خلاص يبقى الكونباولد ده اسمه to phenyl propane طيب افرد انا جيت قلتلك لو سمح اعمل الفورمولة بتاع 2 و 4 مثلا داي في 9 نعملها ازاي زي ما تعودنا زمان يا شباب ازاي اعمل 2 و 4 داي في 9 يلا بينا نعملها ساعة بص يا جماعة خمسة كارجون اهم وطبعا طلبة ايه يبقى العيلة كلها سنجل بوت عند الكاربونه ركب 2 شوف حضرتك عاوز تبتدل عد منين من هنا او من هنا برحة ادي الكاربونه ركب 2 في برانش اسمه فينايل والتفاعل الفنايل ده اللي هو البنزينة اللي شايل منها H وعند الكاربونه ركب 4 في كمان برانش اسمه فينايل البنزينة اللي شايل منها H وبعد كده حط Hاتك زي ما تعودنا دي بوند يبناقس لتلاتة 1-2-3 يبناقس لH واحدة 1-2 يبقى H2 واحد وتنين تلاتة يبقى اتش واحد يبقى اتش سرين حلو قوي لكن بقى انا عايز دلوقتي انقلك على كومباوند علشان عايز حضرتك تجهز قلمك علشان بعد شوية هنعمل كومباوند مهم بابين تو كومباوند مهمين بصوا يا جماعة الاول ما تكتبش دلوقتي غير لما اقول لحضرتك اكتب لكن تعال معايا دلوقتي انا هسللك الكمباوند اللي انا عايزة بريه لك شكله بص الكمباوند ده عبارة عن ايه اهو ده بنزينة وهنا كمان فيه بنزينة اهو معلش متضخمة شوية حلو الكلام طيب الكمباوند ده اسمه ايه تعال نشوف حضرتك لو بصيت هتلاقي دي بنزينة شايل منها ايش يبقى اسمها في نايل طب والتانية هتلاقي برضو بنزينة شايل منها ايش يبقى ده كمان اسمه ايه في نايل يبقى الاتنين دول مع بعض اسمهم داي ها داي في نايل اسمهم داي في نايل ليه عبارة عن بنزينتين شايل من كل واحدة ايش الكمباوند اسمه يا شباب داي في نايل طيب مين يعرف يجبني المولوكي للفورمولا بتاعته كده مين يفكر طيب تعال نشوف شوية لو هنفكر هنفكر ازاي الراجل ده بنزينة شايل منها ايش يبقى سيكس ايش ها فايف مزبوط طب الراجل ده بنزينة كمان شايل منها ايش بيا شباب ها سيكس ايش فايف يعني لما نحب نجمعهم الاتنين مع بعض هيبقى سيكس ايش تاني حلوة انا ليه قلت على الكمباوند ده مهمة لان الوزارة فاجئتنا بكمبارزن حلوة اوي مبين اتنين كمباوند فيهم بنزين ريج ايه هم اللي اتنين دول اول واحد منهم اللي هو كان النفتالين فاكرينو والكمباوند التالي اللي هو مين الداي في نايل يبقى انا دلوقتي عايز حضرتك تعمللي كمبارزن ما بين النفتالين وتعمللي كبال ما بين الداي في نايل يلا نشوف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعمل ما بينها كمبارزن اول حاجة لازم حضرتك هنعمل il-structural formula لازم حضرتك هنعمل ايه? il-structural formula ازاي? بص يا شابه النفتالين احنا كنا بنعملوا ازاي سوا اهو فاكر زينة لازقة فيها بنزينة وأظن إن الكمباوند ده إحنا خده كتير ودبل سينجل دبل سينجل دبل سينجل دبل سينجل دبل صح؟ طب الدايفي نايف أهو لسه واخدينه حالة قبارة عن إيه؟ ها؟ بنزينتين واحدة شايل منها إتش والتانية برضو شايل منها إتش وهم اللي لازقين في بعض ده الدايفي نايف طيب ممكن يبقى محتاجه في الكمباريزن هحتاج من حضرتك المولوكيلر فورمولا هحتاج لإيه؟ المولوكيلر فورمولا المولوكيلر فورمولا بتاعت ده إحنا طبعا شبعناها ومش هينفع لنساها تاني الراجل ده المولوكيلر فورمولا بتاعته هي سي ها تان إتش إيت وده إحنا لسه جايبين المولوكيلر فورمولا بتاعته اللي هي سي تولف إتش تان تمام طب يلا بينا لبوينت ثالثة مهمة حضراتكم أنا عايز عدد الباي بولتس ودي حتة مهمة جدا number of باي بولتس الراجل ده عنده كان باي والرجل ده عنده كان باي حضرتك عدلي كده النفتلين لو سمحته هتلاقي النفتلين ده أدي بولت اتنين تلاتة أربعة خمسة يعني عنده five باي بولتس حلو تمام طيب لما نيجي للرجل ده احنا اتفقنا ان الدايرة معناها three points فالرجل ده عنده دايرتين يعني عنده ستة باي بولتس عنده كان باي عنده ستة باي بولتس حلو الكلام كده اتفقنا عنده ستة باي بولتس يبقى three points دولي أنا محتاجهم عشان أقدر أعمل ما بين النفتلين وما بين الدايف ناين لأنه هم اللي اتنين عبارة عن اتنين بنزين رينج مع بعض فعشان كده بنحبه دايما نجيب الكمباريزن من فضلك في غضون دقيقة حضرتك هتكتب الكمباريزن ده في النوت بتاعتك نجيب الكمباريزن ده طيب تعالوا بلا ندخل في حاجة مهمة جدا احنا دلوقتي هنتكلم على الكميكال بروبيرتي هنتكلم على ايه؟ عن الكميكال بروبيرتي نشوف يا طرق الديكويشن اللي ممكن يعملها البنزين هيعملها ازاي؟ بس الاول تعال افكركم بشوية حاجات مهمة علشان هنتنقل منها للجزء اللي انا عايزة بص يا جماعة الالكينز اللي هي السينجل بونز اتفقنا انها ممكن تعمل ريكشن عن طريق السابستاتيوشن لو انت فاكر الايكويشن الطويلة اللي احنا كنا بنحط سيقل نشيل اتش مع السيقل وندخل السيقل التانية وماسكتش اكمل وهكذا لغاية لما وصل للاخر يبقى الالكينز بتعمل ريكشن عن طريق السابستاتيوشن اخذنا ان الالكينز والالكينز الريكشن بتاعتهم عن طريق الايه؟ عن طريق الادشن ريكشن وقلنا كلمة اديشن ريكشن معناها ايه؟ لانا باكسر البيبوت وحط حاجة عند الكربونة دي وحط حاجة عند الكربونة دي واتفقنا ان الالكينز بيعمل الادشن ده على والس تاب ليه؟ لانه عنده واحد باي بولز لكن الالكينز بتعمل الادشن على تو ستابس ليه؟ لانه عندها تو باي بولز واخدنا الايكويشن زي بتاعتهم نيجي بقى للنهاردة لتكلم على البنزين تفتكر البنزين بقى يا شباب لما يجي يعمل يعمله بالادشن ولا يعمله بالسبستيوشن ولا يعمله بالاتنين مع بعض اللي هيحدد ده واللي هيكون فايصل بينه وبينك هو شكل البنزين تعالوا نرزمها سوا بالاستلاكشن الفورمولا البنزين اهو لما هنرزمه بشعر المنجوش دابل سنجل دابل سنجل دابل وقادي الاتشان بتاعتي عايزك تبصله كويس قبل اول حاجة هتلاحظها اللي الرجل ده عنده سري باي بولز يعني ممكن يتفاعل عالطريق اي يقدر يعمل كيميكال راكشن بالادشن ليه؟ لان عنده ثلاثة باي بولز يبقى اول حاجة عايز حضرتك تتعلمها ان البنزين ممكن يعمل كيميكال راكشن عن طريق الادشن ليه؟ عشان عنده سري باي بولز حلو الكلام؟ يبقى انا هنا لما اجعمل ايه اللي هيحصل هكسر الثلاثة باي بولز يعني من الاخر يا شباب لما نيجي نشتغل الاكويشن بتاعت الادشن لازم تتعلم حاجة ان البنزين هيدخل بالبونز بتاعته وانا هيحصل هيخرج من غير الثلاثة بونز دول ليه؟ لان انا هكسر علشان في الاديشن انا بكسر البي بولز وبدخل حاجة عند الكاربونز وبدخل حاجة عند الكاربونز التالي طيب بص كمان لشكل البنزين يبقى انا اول ما بصيت لشكل البنزين رين؟ عرفت انه هيدفعل بالاديشن عشان عنده تلاتة باي بونز طيب ايه كمان؟ لو بصيت هتلاقي ان البنزين عنده ستة ريبليسبل هيدروجين اتوم يعني الراجل ده عنده ستة هيدروجين اقدر اشيل اي واحدة واحط مكانها حال اقدر اشيل الاتش دي واحط مكانها سيال اقدر اشيلها واحط واحط خلاص زي السي قال يبقى انا دلوقتي اقدر اشيل الاتشات وانتفقنا ان انا لما بشيل الاتش وبحط مكانها حاجة يبقى النوع ده اسمه ايه؟ اسمه سابستاتيوشن يبقى البنزين يقدر كمان يتفعل بالسبستاتيوشن ليه؟ عشان عنده ستة ريبليسبل هيدروجين اتوم اقدر اعمل ريبليس لأي واحدة منهم ودخل مكانها حاجة يبقى السؤال لو اجالي في الجي فريزن هو ليه البنزين ممكن يعمل رياكشن بالأديشن وليه ممكن يعمل رياكشن بالسبستاتيوشن هقول له هيعمل رياكشن بالأديشن عشان عنده سري باي بولوس وهيعمل رياكشن بالسبستاتيوشن عشان عنده ستة ريبليسبل هيدروجين اتوم خلاص؟ طيب تعال بينا كده نشوف البنزين لما ييجي يعمل بالأديشن اسم الإكويشنز اللي احنا هناخدها ايه؟ احنا هناخد كام إكويشن في الأديشن اتنين واحدة اسمها الهالوجينيشن وطبعا حضراتكم بقيته خلاص شطرين يعني هنحط هالوجين دي خلاص بقيت حاجة سبتة جدا واخدناها كتير والتانية الهيدروجينيشن او معلش يلا نعكسهم عشان نمشي بالتحديد بتاعنا علشان نعرفكم ما نطلق باش اول واحدة الهيدروجينيشن وانتفقنا كلمة هيدروجينيشن برضو يعني هنحط هيدروجين والتانية اسمها الهالوجينيشن وطبعا عارفين ان كلمة هالوجينيشن احنا هنحط ايه هنحط هالوجينيشن بس في الاول قبل من التدل الهيدروجين هنقول معلومة مهمة طب السبستاتيوشن احنا هنشتغل كام اكويشن هنشتغل اربعة اول واحدة هالوجينيشن ايه ده برضو اه وهنعلق عليها سوا في الاخر التانية نايتريشن ايه ده دي اول مرة نسمع عنها ايه المايتريشن دي التالتة الكيليشن اللا 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 دي برضو واحدة جديدة اول مرة نسمع عنها الرابعة بقى هفاجأة برضو اول مرة تسمع عنها اسمها سالفونيشن خلاص يبقى انا عندي دلوقتي ايه عندي دلوقتي في السابستاتيوشن اربع حاجات الهالوجينيشن النايتريشن الالكيليشن السالفونيشن لكن تعالى احنا هنبتدي بالايه بأول نوع عندنا اللي هو بص يا شباب بقى عشان تفهموا انا شغال الاديشن رأكشن ده هيحصل في ايه بص يا شباب بمنتهى البساطة حضرتك عندك كم باي بونز عندي سري باي بونز كل اللي انا هعمله ان انا هكسر واحدة باي ودخل هنا ودخل هنا وبعدين هكسر باي ودخل حاجة هنا وحاجة هنا وبعدين هكسر الباي التالتة ودخل حاجة هنا وحاجة هنا فحضرتك هتحتاج تكسر سري باي بونز فعشان كده الكونديشن بتاعتك هتبقى عالة شاية تستخدم كتا نستخدم تستخدم جيد وهكذا خلاص? فتعالا نشوف اول اكوشن عندنا. يلا بنا ما تيلوش. هنشتغل في الهايدرو جينيشن. يعني هنحط هايدرو جين. بص انا هكتبها لك بالشكل المنكوش. وبعد كده هنعملها سوى بالسيمبليست اللي احنا متفقين على البساطة البساطة. ونشوف هنبساطها ازاي. بص يا شباب. ادي اول حاجة البنزين بتاعنا اهو. وهدي الاتشت. اهو البنز بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليه. يبقى في الاديشن يا جماعة. انا شغلي كله على البونز. ما ديش دعوة بالهايدرجين اللي برا دي. شكده البنزين هيخش بالبونز. وهيخرج من غير البونز. يعني هنحط هايدرجين اهو. انا هستخدم سري اتشتو. وده يا شباب هيبقى في وجود مين? هيبقى في وجود هيت وبريشر وكاتلست. اهو. وقلنا الكوديشن دي انا بستخدمها ليه? علشان اقدر اكسر التلاتة باي. يلا بينا نلعب اللعبة سوا بقى. وعاوز حضرتها التركز في اللي انا هقوله لو سمحت. الراجل ده يا شباب سري اتش تو. يعني ممكن نقول اتش واتش. ها? اتش واتش. وايه كمان? واتش واتش. يلا نشتغل اديشن زي ما تعلمنا زمان. انا اكسر الباي بولز. حل? وهحط اتشايا عند الكربونة دي. وهحط اتشايا عند الكربونة دي. فالشكل هيبقى عامل ازاي? بص اهو. ادي كربونة. واده الكربونة اللي احنا كسرنا البي بول. ادي الاتش اللي موجودة من الاول. واده الاتش اللي هنا اللي موجودة من الاول. وحضرتك حطيت لكل واحدة منهم اتش زيادة. فيبقى هنا في اتش. وهيبقى هنا في كمان ايه? اتش. نفس الكلام ده حضرتك هتعمله على ايه? على البي بولز التانية. اكسر البي. ها? هنحط اتش هنا. وهنحط اتش هنا. فالكون فالكون ده هيبقى عامل ازاي? زي ما تعلمنا ادي الكربونة دي. والكربونة دي اللي احنا اشتغلنا عليهم. اهو. هيبقى دي الاتش. ودي الاتش اللي موجودة من الاول. طب وهنا هيبقى مين? هيبقى ادي الاتش دي. واد الاتش الزيادة اللي احنا حقناها. نفس الكلام بالنسبة للتالتة. هنكسر الباي. ونحط اتش عند الكربونة دي. واتش عند الكربونة دي. فيطلع معانا بنفس الشكل. طبعا. المفروض تكونوا حضراتكم استنتجتو. مين الكمباوند اللي خرج ده? احنا اخدناه قبل كده. حد يقول لي ها? تمام? سامح حد بيقول لي انه هو اسمه سايكلو هيكسين. سايكلو هيكسين. انه هو كان سايكس اتش توالف. تمام? بصوا بقى يا شباب. في انتحان من الانتحانات. جي قال له من الافاتك هات لاروماتيك. واتفعلا من الافاتك هات اروماتيك. على ممكن اجيب الاسيتايل. ريد هات نيكال تيوب. ممكن اجيب من النورمال هيكسين. يبقى ده من الافاتك هات اروماتيك. طب اروماتيك هات اليفاتك. اجيبها مني? اهي. البنزين ده مش اروماتيك? اه. جبنا منه السايكلو هيكسين مش ده اليفاتك? اه. يبقى ده من الاروماتيك اقدر اجيب اليفاتك. والاكويشن دي. لو انا عايز اكتبها بقى بشكل مبسط. هيبقى سي سيكس اتش سيكس. بلاس سي بي اتش توال. وانت ما بتعملش حاجة عبقرين ويعني. حضرتك سي سيكس اتش سيكس اهم. حطيت عليهم كمان سيكس هايدرجين. هيطلع سي سيكس اتش توال. حضرتك حابب تكتب الايكويشن بالشكل ده. حابب تكتبها بالشكل ده. برحمة. طيب. تعالي بقى للايكويشن التانية. الهالوجينيشن. بص يا جماعة قبل ما ابتدي. حضرتك لازم تعرف ان الهالوجينيشن بتاعتي مشتركة في الاديشن. ومشتركة كمان فيه السابستاتيوشن. طب هيبقى ايه الفرق? هتلاقي الفرق بنقوله واحنا بنشرح. في الاديشن انت بتكسر تلاتة باي بولز. فعشان كده دايما بتحتاج كونديشن عالي. الكونديشن دي طبعا اليو في اللي احنا طبعا عارفينها الالترا بايت. وكمان هيبقى معاها حاجة بنسميها دايريكت سان لايت. يعني ضوء شمس مباشر. عشان اقدر اكسر التلاتة باي بولز. فتعالا نشوف الايكوشن وايه وعتنسى اللي احنا هنشتغلها زي اللي فوق بالزهر بنفس الطريقة. تخيل معايا انا جايب البنزين اهو. نقفل بس الفتحات دي. خلاص اهو. وايه وعتنسى دابل سنجل دابل سنجل دابل لان انا اشتغل الاديشن عليهم. وهنحط هالوجي وليكن السي اللي تو. مسلا. وقلنا ده. اوعى تنسى الكونديشن هيبقى في وجود اليو في او ومعاها الديريكت سان لايت. سوري. اللي هو الضوء الشمس الايه المباشر. اليو في او الديريكت سان لايت. اللي هو ضوء الشمس الايه المباشر. طيب. يلا نشوف ايه اللي هيحسن. الراجل دا يبقى عبارة عن ايه يا شباب. سيال. 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 وبنفس الطريقة يلا نشتغل. اللي انا هعمله ايه. انا اكسر وبعدين هنروح حطين سي اللاية. ونحط الناحية التانية سي اللاية. صح? فيبقى الكمباوند عامل ازاي? اهو. ادي كده اهو. وطالع من هنا اتش و سيال. طب التانية نفس الكلام هكسر بند وحط سيال و سيال بنفس الطريقة. يبقى ايه? سوري. هيبقى برضو هنا اتش وهنا سيال وهنا اتش وهنا سيال وهنا اتش وهنا سيال وهنا اتش وهنا سيال وهكذا. حل? طيب. الكمباوند اللي حضرتك شايفوا ده هيبقى اسمه ايه? يلا بينا. بص يا جماعة. لو انت تخيلتي معايا. الراجل ده هيبقى زي ده بالزبط. عبارة عن سايكل وهكسين. بس انا شايل اتش وحاطت مكانها سيال. يبقى الراجل ده زي ده. بس انا شلت اتش من ده وحطت مكانها سيال. اللي هلجل. فعشان كده هيتقاسمه هيكسا كلورو سايكلوهكسين. اسمه ايه بقى اسم الجامل قوي ده؟ هيكسا كلورو سايكلوهكسين. يعني انا جايب سايكلوهكسين وحاطت مكان الاتشات ستة كلورين. هيكسا كلورو سايكلوهكسين. لكن بما ان الاسم ده ضخم شوية فعشان كده سموه جامكسين. سموه ايه يا شباب؟ الجامكسين. والجامكسين ده بيستخدم انسيكت صايت ده مبيت حشة. حل عشان كده عايز اقول لك معلومة مهمة جدا يا شباب الانسيكت صايت الوحييد اللي له pickled عندنا هو الزجامكسين. الانسيكت صايت اللي له jingle عندنا هو الزجامكسين. يعني لما هايقول لك من الكالسى مكارباير انا عايز اجيب انسيكت صايت. يبقى كأنه الراجل عايز يقولك انا من الكلسام كاربايد عايز يجيب الجامكسين. يبقى حضرتك هتجيب من الكلسام كاربايد. ها فاكر الاكويشن. عط مية. كابر صافيت اللي كانت بتشيل ريحة اللي مش كويسة. فيطلع للأسيطايلين. هاخد الأسيطايلين. وعمل له red hot nickel تيوب. هيدينا البنزين. ادي البنزين يعمل له هيدروجينيشن في الدايريكت سانلايت. هيديك الجامكسين. اللي هو الانسيكسايت. والجميل ان الاكويشن دي انا ممكن ابسطها بمنتهى السهولة. اهو. c6 h6 plus 3 cl2. اوعى تنسن يوفي. وكمان معاك دايريكت سانلايت. هيطلع لك ايه? c6 h6 cl6. مين ده? هو ده الجامكسين. واخد لبالك ان الجامكسين ده يا جماعة انا ممكن ارسمه بشكل تاني خاص. اهو. مش كده دي. سايكلوهكسين. اه. هنحط هيكساكلورو. يعني cl. اهو. cl. 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 حضرتك حبيت تعمله بالشكل ده او بالشكل ده معاك. ده الجامكسين او هيكساكلورو سايكلوهكسين. لكن قبل ما خلص الاديشن انا عايز للوقت يا شباب اسأل حضرتك سؤال. ايه هو? انت شايفي الكمباوند ده كويس? اه. الاديشن ده. الهالوجينيشن في الاديشن. كان ايه الكنديشن بتاعه? كان دايريكت سانلايت. طلع لك ايه? طلع لك الجامكسين او الهيكساكلورو سايكلوهكسين. يبقى وانت بتزاكل عشان الهالوجينيشن ده هيجي لنا تاني. لازم تبقى عادة. ان في الاديشن ريكشن حضرتك بتعمل حبطين. اول حاجة حضرتك في الهالوجينيشن. نوع الاديشن لو اديشن هيبقى على الطريق او هيطلع لك السايكلوهكسين اللي هي الهيكساكلورو سايكلو ايه? الهيكساكلورو سايكلوهكسين. خلاص? طيب شباب احنا هناخد رئيسة التلات دقايق. وهنرجع لكمل السابستاتيوشن الاكشن. طيب شباب رجعت لكم تاني. بص يا جماعة انا هقف لغاية النهاردة لغاية الادشن. ان شاء الله بكرة او بعد بكرة هنزل لكم الفيديو التاني اللي هنشرح في السابستاتيوشن وهنخلص في البنزين كله. هنمشي مع بعض واحدة هيبقى في الاسبوع. ان شاء الله هيبقى فيه تلات فيديوهات. لغاية لما نخلص منهجنا ونشوف يا ترى هما هيقوا حاجة من المنهج ولا لأ هنشوف الدولي هتمشي ازاي. وبعد كده هنبتدي نعمل بتاعتنا واقول لكم سيستيم هيبقى عامل ازاي. النهاردة والمرة دي انا مش هتزبكم بغمورك مش هتزب بغمورك غير لما نخلص الجزء بتاع البنزين كل. لكن انا عايز اتكلم معاكم كلامي على الاحداث اللي بتحصل دلوقتي. بص يا شباب اولا اللي احنا فيه هو حد فيكو يعتبروا ان هو اه محنا. بالعكس انا شايفها انها منحة من ربنا عز وجل. في حاجات كتيرة جدا لازم تتغير في حياتك اللي بيحصل دلوقتي اللي هو بقى بيروس كورونا والاحداث والناس خايفة والحاجات دي كلها. لازم انت من جواك تبقى مش مستشعر الخوف ده بشكل قوي. بالعكس انا عايزك تبقى هادي جدا وعارف ان اللي بيحصل دينا ده كل قدر ربنا عز وجل خير. يعني انا بتستحضرني حكمة كده جميلة جدا كان بيقولها واحد اسمه ابن عطاء الله السكندري. معرفش ان كنت تسمعه عنه لأ ولا لأ لكن الرجل ده كان ليه تب حلو جدا اسمه الحكم العطائيه. فمن ضل الحكم اللي كان بيقولها كان بيقول ايه ربما اعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك. يعني احيانا يا جماعة بيبقى قلمة العطاء من ربنا سبحانه وتعالى في المنع. ان ربنا يمنع عنك شيء معين او يحطك في ظرف معين انت تبقى مدائي منه لكن هو في الحقيقة قلمة العطاء. مين فينا دلوقتي في العالم كله كل الناس كل البشر مش مستشعر جواه ان الامان الحقيقي مش هيجي غير من عند ربنا عز وجل. مين فينا مش مستشعر جوا قلبه ان الرحمة الحقيقية في الظروف اللي احنا فيها مش هتيجي غير من ربنا عز وجل. جماعة احنا لازم نتغير. جماعة لازم كل واحد فينا يبص على الجواه. كل واحد فينا اكيد كان عنده حاجة غلط. يحاول يصلح الحاجة الغلط دي. يحاول يقرب لربنا اوي. جماعة فلسطة العلاقة مع ربنا لو الواحد بيستشعرها بقلبه في الايام دي هيعرف ان بجد احنا محتاجين ربنا جد. بجد مفيش امان ومفيش رحمة هتحصى في الظروف اللي احنا فيها غير لما نلجأ كلنا لربنا عز وجل. حتى تلاقي كل الناس دلوقتي الستلوب هتغير. الناس دلوقتي بها تطلع في الشبابيك والبلاكونات وتقول يا رب وتقول الله اكبر وتقول لا اله الا الله الناس من جواها بقى عندها يقين ان مفيش رحمة هتحصى لنا ومفيش امان هيحصى لنا من اللي احنا فيه غير لما نلجأ لله عز وجل. فلسفة العلاقة بيننا وبين ربنا يا جماعة. فلسفة مختلفة شوية. يعني احيانا بتنفيح حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بس انا مش متذكره لكن هقولك معناه ان احيانا ربنا عز وجل ممكن يؤخر دعاء لبني آدم لمجرد انه بيحب يسمع صوته. بيحب يسمع صوت لما يقول يا رب فيبضل مؤخر الدعاء بتاعه عشان يبضل كتير 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 يقول يا رب لان ربنا بيحب يسمع صوته. واحيانا بيبقى فيه واحد ربنا بيدله مسألته لانه كاره وكاره انه حتى يسمع صوته. فمجرد ما يقول يا رب يقول للملايكة ادوله مسألته. انا مش عايز اسمع صوته طبعا ولله المثل الاعلى. لكن عايز اقولكو ان الظروف دي بالعكس هتنخرج منها اخويا وانت لازم تعيش فيها قوي. مش عايز حضرتك تخاف. مش عايز حضرتك تبقى حاسس ان ربنا غضان علينا. بالعكس انا عايز نقراها بشكل تاني. ان ربنا عز وجل عايزنا بقى نرجع ليه. كفاية اللي احنا كنا فيه. يلا نرجع تاني لربنا عز وجل. عشان كده شباب عايز من اول دلوقتي كل واحد فيكو بجد يفكر ايه الحاجة اللي هو فيها مش كويس ويحاول انه هو يعدلها. وانا اول واحد هبتدي منكم بكده بجد. انا دلوقتي قاعد مع نفسي وبفكر ايه الحاجات اللي مش كويسة. واكيد كلنا فينا حاجات مش كويسة. احنا كلنا في النهاية بشر. نحاول نعدل الحكاية دي. نحاول نجد اتعلاقتنا بربنا. نحاول آآ نبقى ربنا عز وجل اقرب. نحاول نستشعر جوانا ان خلاص يا جماعة. انت عندك دول كبيرة جدا. امكانياتها ضخمة جدا. والدول دي اصبحت عاجزة عن اللي بيحصل قدامها. بقى فيه وفيات بتحصل بالمئات كل يوم. فيه اصابات بتحصل بالالفات كل يوم. ومش قادرين يسيطروا على الوضع. فما فيش منجة. وما فيش ملجأ. هنلجأ له الا لله عز وجل. جماعة فيه آية جميلة جدا. كانت بتقول ففروا الى الله. الفرار عمتا بيبقى من الحاجة. يعني حضرتك لو خاف من شيء بتفر منه. لكن سبحان الله ربنا بيقولك ففروا الى الله. يعني حتى لو انت خفت واستشعرت الخوف من ربنا. الجألو. هتحس فيه بالامان. فرجاء الله يخليكو. اللي احنا فيه ده مش محنة. اللي احنا فيه ده منحة من ربنا عز وجل. عشان نرجع لربنا عز وجل لمرة تانية. كل اللي انا طلبه منكو. اللي انت اجتهد. اعمل اللي عليك. ولا من ناحيتي هحاول. والله على قد ما هقدر ان انا اساعدك. وكل مدرسينك اللي حواليك اظن ان هم بيحاولوا ويساعدوك. ما تلهش. هنعدي الازمة انتو اقوية. هنعديها لما نجدد علاقتنا بربنا. هنعديها لما ربنا يستشعر اللي احنا خلاص بنقرب منه قوي. ان احنا فعلا خلاص صدقنا ان ما فيش امان غير من عنده ربنا عز وجل. طيب. احنا كده خلصنا الجزء بتاعنا. ان شاء الله كمان يومين. بكرة او بعد بكرة بالكتير هينزلك الجزء التاني بتاع البنزين اللي هو بارت تو. انا همشي معاكم واحدة واحدة. وبعد كده نكمل بقيت منهج من غاية لما نخلص. وبعد كده اجب جل. اشوفكم على خير. وحشوني جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.